اعتمد دكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024 وذلك بنسبة نجاح 79% وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالب و 6 طلاب مشيرا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات حيث يوجد عدد 24 شهادة ذلك نتيجة تعدد التخصصات صناعي وزراعي وتجاري وفندقي ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات و 5 سنوات ووجود أكثر من أسلوب للدراسة دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج ودراسة بنظام الأعداد المهنية